نقدر نقول النهاردة أن نحب فيه كمية أراضي نقدر أنها تدخل للإنتاج على نهاية السنة إن شاء الله أنا أتكلم هنا على سينة مش أتكلم على توشكا ولا الودي النطرون لا أنا أتكلم على سينة بس نتكلم في 600 ألف قديم وحديث يعني فده أمر مهم قوي أتمنى أن احنا التنمية والذي ما أقول كده خطتنا خطة مش متواضعة يعني المسافة من العريش مش عايز أقول كلام كتير يعني في الموضوع ده لغاية لما نشتغل فيه عشان بس ما لكن حاجة تليق أولا بأبناء سينة وتليق بمصر سواء كانت مشاريع زي مشاريع يعني ميناء العرش اللي بنتكلم عليه الناس كتير برضو ده مهم قوي أنا أقوله دلوقتي مستغربة أن احنا بنعمل عملية توسعة للميناء ويمكن ده الظاهير الخلف بتاعه في بعض المساكن تعود الدكتور مصفة ونخلي عشان إيه عشان نبقى النهاردة بنعمل ميناء عالمي في المكان ده يعني أرجو أن الناس تسمعني أبنائنا وأهلنا اللي موجودين ما يتصوروش أن احنا بنعمل ده يعني لا إحنا بنعمل حاجة غير اللي كانت موجودة قبل كده خالص إنما نحط ميناء العرش على خريطة مواني مصر على سحر البحر المتوسط أنت بتتكلم في ميناء عملاق يقدر يطلع كل المنتجات اللي بتطلع سواء كانت عدين أو منتجات زراعية الكلام ده مش معمول دلوقتي الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعة مش معمول للسنة دي ولا للسنة الجاية ولا لا احنا بنتكلم على خمسة وعشرة وعشرين نيام سنة يمكن من التطوير والتنمية اللي حتم إن شاء الله في سيناء ونتاجها فبشكركم وأرجو أن أنتم تنتبهوا للناس بتاعكم وأمنهم وسببتهم